السلام عليكم و مرحبا بكم معايا كنتمنى كاملين تكونوا بالخير و على خير و انتم ما كتشاهدوا هادلا فيديو اليوم جيت لكم الجزء الثاني تتمى دي القندورة اللي غنشارك معكم فيها طريقة الملاقية و اللي غندير فيها عقيدات ديجا كنت درت معكم طريقة دي اللي اعقاد بالحرير دي القصبة على جوج دي القصبات هنا غنشارك معكم عقيدات بالحرير المبروم و اللي غنديرهم باللون المغير كما كتشوفو هنا اصلا طرز بجوجة الالوان فحتى الكروشين ان شاء الله غنديرو بجوجة الالوان هنا اكتفيت بلون واحد يعني خدمت بهاد الخدمة و العقيدات ان شاء الله غدينديرهم بهاد اللون هذا بقوا معايا معايا على فيديو من الول حتى الاخر ما تمشيوا فين اذا غدينبدا معكم الطريقة دي اللي العقاد هنا كنحتاج للحرير المبروم اللي ديجا دبلتو هنا على ثلاثة ديال الشعرات كبداية بالنسبة لي العقيدات كنخدمهم ضروري كندليهم واحد ليس باس فاش كنخدمهم يعني ما كنخدمهم ما كنت شاركت معاكم في القناة ديالي وطبيعة الحال ده بغى نوريكم كيفاش غنخدموهم هنا يا غيجونا الخدمة ساهلة وبينها غدينجي هنا الاول عمود اللي كيكون هنا في اول بداية كيما كتشوفوا غدينجي هنا ونعقد الخط على هات الشكل هذا غدينخليه من بعد وغديندفنه وغدينبدا نخدم اللي غديندير فيهم العقيدات من بعد غدينجي هنا يا غدينجي هنا غنجي هنا غنجبط الخط على هات الشكل كندير اول غرزة حشو كندير ثاني غرزة حشو في نفس المكان على هات الشكل هذا من بعد كندير واحد جوج ثلاثة اربعة اربعة ديال الثلاثل كنجي هنا يعني كنخلي واحد جوج ثلاثة غدينجي لرابع لهذا المكان هذا وغديندل غرزة الحشو الأولى غرزة حشو ثانية كذلك واحد جوج ثلاثة اربعة غدينجي لهذا المكان هذا يعني كنحسب هنا واحد جوج ثلاثة يعني فربعة احد لت نحسب السطر تريدون جوج ثلاثة كنجي للرابع وكندير لغرزة غرزة حشو شكل path غرزة حشو ثانية كذلك واحد جوج حشو ثلاثة أربعة كنجي هنا كنحسيب 1 جوج 3 كنجي للرابع وكندير غرزة حشو اولى غرزة حشو ثانية كذلك 1 جوج 3 اربعة كنخلي هنا 1 جوج 3 كنجي الرابع وكندير غرزة حشو اولى غرزة حشو ثانية اذا كنستمر بهالطريقة هذي 4 سيسيلة جوج غرز حشو في نفس المكان كنخليه 3 الرابع كنديره فيه غرزة حشو يعني كيجي هنا هدى يعني هاد العقدات هادو يعني كله كله وحده من هادو كتجي عندها عقده كما كتشوفو اذا سنستمر بهالطريقة حتى نوصل هنا حتى نوصل هنا هيا يعني نخلي غير الفتحة دي العنق ورجع معكم اذا رجعت معكم كما كتلاحظو بعد ما كملت السطر كامل بنفس الطريقة اللي بتسمعكم هتل هنا يعني خليت عني هد جيها دي العنق يعني كنخليه الفتحة دي العنق من بعد هنا اخر احده سلسيله ساد بوكنج بد الخيط عليها الشكل من بعد هاد الخيط غادي نجي بيترا وغادي ندخلو هنه باش ما يبانش لينا غادي ندخلو من هنا وندخلوه لداخل وندفنو دابه غادي ندوزو باش نعمروا العقيدة بتاعنا ان داب ندوزو باش نعمروا العقيدة بتاعنا احنا دابدرت الحرير على خمسة ديال الشعرط يعني ثلاثة شعرط غير باش درنا هاد الاسباس هادا ما يجيناش غلاد غادي نجي هنه لهاد الظهر دي الخدمة وغنتبت الخيط هنا في هاد الخيط اللي كما تشوفوا ادفنتو غنتبت فيه الخيط على هاد الشكل هذا باش ما يجينيش باين وغلاء في هاد المكان هذا نتبتو نعقدو مزيان لهاد الشكل هنتبتو بعد ما عقدتو في هاد المكان ونبدأ الخدمة عادية سنجي هنا سنخرج الخيط ما بين هذه غرزة حشو الأولى والثانية سنخرج فيهم الخيط على هاد الشكل هذا وغندير واحد الغرزة بحال هاد الشكل كما تشوفو من بعد سنجي هنا ونعمر الأعميدة في هاد المكان غادي ندير هنا يا عشرة ديال الأعميدة ثم غا نعمر هنا عشرة الأعميدة في هاد الفارغ اللي كنا كنخليه فيه أربعة سلسلة أعميدة عادية هنجي هنا نحسب هندي هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثم غا نزيل ثلاثة كنت شاركتهم معكم بالحرية ديال القصبة ديال الجوج قصبات كنا نعمروا فيهم غير ثمانية حتى هنا بالنسبة الناس اللي عندهم يدهم شوية مزيرة تقدروا تديروا غير ثمانية لكن صراحة عشرة كيجو هما هادك باش كتجي مقادة وكيجي العقيدات كيجو واقفين هنتو ما بعد ما كنكمل ثمانية كنا نرفع هاد الخيط هذا واحد شوية هنجي نحسب هنيا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثمانية سعود عشرة عفوا غادي نجيل هاد المكان هاده لهاد اول ما بين اول عمود وهديك واحد غرزة حشو وغادي ندخل هاد الخيط على هاد الشكل وغا نجبدو بهالطريقة هادي غير في الاول حيث هذيك الحبكة شوية مزيرة من بعد كنرجع عندي العقيدة عفوا لهاد الشكل هاده وكنجمع بواحد سلسيله كندير السلسيله الاولى ثانية ثالثة يعني هنا كندير ثلاثة سلسيله من بعد كنجيل هاد غرز حشو اللي كنا كنديرو كندير مبيناتهم غرزة حشو على هاد الشكل هاده كما كنتشوفوه من بعد كذلك غادي نجي هنا ونعمر عشرة دي الاعميدة واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة وانا كان زيارين دي مزيان ستة سبعة سمين ايام سود وهذا عشرة هنسوما بعد ما كندير احنا عشرة كنجبض هاد الخات على هاد الشكل كنجي هنا لهاد المكان هاده اللي كيكون ما بين واحد عمود وواحد غرزة حشو وكنجبضع لهاد الشكل كرجع العقيدة عندي وكندير سلسيله الاولى ثانية ثالثة تمنى تكون واضحة نجي كذلك هنا الواحد هادك ما بين غرز حشو كندير واحد غرزة حشو هاد الشكل انتم متشوفوا كيفاش كيجو العقيدات صراحة كيجو مقادل مزوينين وكيجو كل هاد يعني كيجي المقابل ديالها عقدة من بعد غادي نجي هنا وكذلك نفس الشي غان نستمر حتى نكمل سطر كله ديال العقيدات كنديرو هنا عشرة ديال الاعميدة بالنسبة الى الاعميدة لكن ما قلت لكم انتم ما كتعمروا وكتشوفوا القيتو غير ثمانية او تسعة وتزير عندكم هاد المكان هاده سوف يكتكتفيوا بهم لكن صراحة عشرة كيجوه مزوينين ومقدين وكيما كتشوفوا كيجووا واقفين دائما كيعجبني عن العقد نخدمهم بهالطريقة ونخدم لهم الاسباس اللي غان نعمرهم فيهم باش هكا كيجو يعني واخدين الشكل لهم وكيجو مقابلين كيجو بحال العقيدات العاديين واحد جوش تلعة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سعود وهذا العاشر اذا كنستمر بهالطريقة اللي هي سهلة كنجو دائما هنا مبين غرزة حشو اول عمود وكنجبت هاد الشكل هاده ثلاثة جال السلسيل وكنجيل هاده ما بين يعني دكو جوج غرزة حشو اللي كاندير وكنتبت فيهم هاد الشكل هاده نتمنى تكون يكونوا العقيدات واضحين يعني بلا ما نطول عليكم كتر هانتو ما يعني غادي نكمل السطر كامل حتى نوصل هنايا ورجع معكم باش نلاقيوا الطرفين اذا رجعت معكم بعد ما كملت السطر ذي اللاعقات كاملين هنا كما كتلاحظوا درت واحد سلسيلة وقطعة الخات من بعد غادي ندفنوا ان شاء الله دابة هنايا المرحلة الموالية اللي انا دائما كنديرها في العقيدات هانتو ما شوفوا وغير هنا الفرق ما بين هنا وهنا انتو ما شوفوا هنا وشوفوا هادو شتو يعني هادو عندكم حتى اللي هنا راه صيبتهم انتو ما كتجيو هنا كتاخدو هاد الكروشي وكتدخلو حتى كيوصل هاد البلاسة هادي وكتضغطو عليهم بهذا الشكل هادا باش كياخدو الشكل ديالهم ديجا كنت وريد لكم هالطريقة حتى في الفيديو السابق اللي كنت خدمت معاكم العقيدات عندي فيديو خاص بالعقيدات وكنت خدمتهم بجوج ديال القصبات يعني كتبقى نفس طريقة العمل الخيط دائما كنقول لكم كتخدموا باي خيط بغيتو باي نوع بغيتو وش حال ما بغيتو بضوغلو ديال الخيط غير هي كتبقى الخدمة يعني كتبقى خدمة واحدة هانتو ما حتى كنستمر حتى كنكمل العقيدات كاملين هانتو ما شتم لي كنديرو اللوم هكا كيف يجيو اذا غادي نكمل ونبرم الخيط غادي نبرم الخيط هذا ما غاديش نبرم هذا الخيط هذا اللون هذا غادي ندير هذا اللون هذا غا نبرمه على ثلاثة ديال الشعرات ورجع معاكم باش نلاقيوا الطرفين حيث انا غا نلاقيهم بليبرا ماشي بالكروشي اذا انا رجعت معاكم بعد ما كملت اه طريقة الاقاد دوست المسلوح على الخدمة ديالي هانتو ما تشوفوا كيف يجيو ودائما من اللي كنكونو كنخدمو كنركزو على اننا جينا الخدمة اهنا مقادة كما كتشوفو عندي انا هنا يعني خاص الخدمة جي مقادة اذا اذا بغادي ندوزو باش نجمع الطرفين تقدروا تجمعوهم بالكروشي لكن انا صراحة في هذه المرحلة هاتيك يعجبني اه نجمع بليبرا باش تايلا كان عندي شي تفاوت قليل فاش كنكون كنجمع نقدر مثلا اذا كان عندي هاتي جهة فيتا شوية نقدر ارجعها كانت عندي هاتي جهة نقدر نكحزها يعني وانتو ما كتخدمو كتتحكمو في العمل ديالكم هنا كما كتشوفو عندي دوبلت هنا الخيط على ثلاثة ديال الشعرات وبرمتو كما كتشوفو دابا غادي نجمع هاتي الطرفين بليبرا كنجيب واحد الفنيتة اللي غادي نشد بيها هنا الخدمة ديالي على المخدة باش تساعد يعني باش تساعدني في انا اللي نخدم على راحتي وما يهربش ليه التوب اذا هنا غادي نبدأ غادي نجي هنا الاول عمود غا نتبت فيه الخيط نجي هنا غادي نصلي فيها العقدة غا نتبت هنا يا الخيط من بعد غادي نجي للطرف الثاني تهو غادي ندير في اول عمود هاتي شكل هذا غادي نجي هنا لهاذ الوسط ديال العقدة وغادي نخلي هنا يا هاتي الجيه اللي هنا بتمنى يكون واضح هاتي جيه اللي مقابلة غا نخلي عمود غادي نجي للعمود الثاني على هاتي شكل هذا من بعد غادي نجي هنا المبين العقدات بجوج وغادي نجي هنا كنخلي كذلك عمود ونجي العمود الثاني بالنسبة للجميع يعني هنا اياك نجمعه حتى بالكروشي اللي بغيتو كيفما قلت لكم غا نجي للوسط العقدة وكنخلي عمود ونجي والعمود الثاني يعني غير ما بغيتش ندير كل عمود بعمود مشي ضروري نجي الوسط ما بين العقدة تبجوج وغادي نجي هنا نخلي عمود ونجي العمود الثاني وانا كنمشي بها الطريقة حتى كنكمل الملاقية ديالي مرة كنضرب بوسط العقدة ومرة كنضرب في الطرف ديال العقدة وكنخلي عمود وكنمشي العمود اللي احده بهذا الشكل هذا كما كتلاحظه كنستمر بهالطريقة هاتي هانتوما يعني تك نكمل الملاقية ديالي سهلة مشي شي حاجة لي هي صعيبة كيفما قلت لكم تقدروا تديرو حتى بالقرارشي لكن انا فضلت انني نجمع باليبرا كي عجبني احسن ومشي ضروري ندير يعني مشي ضروري انني نخدم عمود بعمود هانتوما كتجي الملاقية ديالي هاتي الشكل هذا كما كتشوفوا نتمنى يكون الشرح مفهوم اذا غادي نكمل السطر كامل ورجع معكم اذا هنا رجعت معكم كما كتشوفوا بعد ما كملت الملاقية ديال العقدة كيجيوا لها تشكل هذا تووزي لهم بسلوح باش تبليكم الخدمة كتر دائما كيعجبني نشارك معكم كل حاجة ويعني في الوقت نتاحها وباش تشوفوا كيفاش كيكون النتيجة ديالها انتوما صراحي كتجي الخدمة غزالة بزاف مازال ان شاء الله غادي نكملها تشوفوا الشكل النهائي دابا غادي ندوز باش ندير واحد ضريس هانا يا غادي تديرو اي ضريس بغيتو ديرو هانا مع الطرف طرف ديال الكل باش كيزيد جمالية واللي غادي نديرو بهاد اللون الازرق كي مشتو هانا يا العقيدات وغادي تجي حتا هاد دورة هادي كاملة باللون الازرق هذا الاختيار ديالي وانتوما كتديروا الالوان اللي بغيتو او ديرو لون واحد كل واحدة كتبقى لاختيار ديالها لابا غادي ندوز هنا باش ندير اه نجيب الخرط ديالي ندوبلو على خمسة ديال الشعرات كالعادة هانتوما وغادي نبدأ بالدرس ديالي اذا هنا غادي نديرو عقدات البداية اه دائما انا الضهر مكي عجميش ندير فيه 去تريس لاانا الملكي نديرو الاضر Sweden يعني غير كي يتطوع مكي مشي ضروري انا نديرو في الظهر وكي ماشتو هني الخدمرة عريضة اسلا غادي ندير هان غادي نمش غير بغرز حشو حتا الدوري عقاد غادي ندير الدرس غادي نجي هي هنا ما دحت انا غرزة حشو غادي نأخلي وحدة وننجيل الثانيةóc غري ن Bagashhaer Mini 1 وب time وقال نجمع العنق يعني ما اش أعلت في كل غرزة حشو وغرزة حشو يعني في كل عمود غندير غرزة حشو افوا يعني بحالي غايت وساع لنا فهنا غادي نمشي بغرزة حشو يعني كنخلي وحدة ونجيل تانية وانا غادي على هاتش كنخلي هادي ونجيل هادي كده لكنخلي هادي ونجيل هادي وكنمشي بها الطريقة هادي حتى كنكمل هانتوما يعني بحالي كنجمعه شوية العنق راهم اللي غادي وزع له المصلوح ما غادي شوية بقى بينا يعني مشي مكمشة حيتي اللي قدرنا فكل غرزة حشو يعني فكل عمود عفوين غرزة حشو بحالي غايت عراض لنا غايت عراض لنا العنق هكا اللي هكا بحالي كنجمعه الخدمه هانتوما تشوفو يعني بحالي كنجمع الخدمه اذا انا غادي نستمر حتى موصل الهنا وانا بدأ معكم بالضرز اذا هنا عجيت معكم بعد ما مشنيت بغرزة حشو كامل حتى وصلت هنا فاشوصلت هنا لها الجهة دي الكتف هي اللي غادي نبدأ الدريس الدريس غادي ندير الدرس المتكيل لكل شي كيعرف كيفاش غايت يعني كيفاش كيت تخدم اغانوريكم مغي كيفاش غنخدموها لهذا الخدمه هنا كما كتشوفو كنجمعه واحد غرزة حشو دائما ما بين غرز الحشو غادي نجي هنا بعد ما طلعت بثلاثة دي السلسل وغادي نعمر هنا اربعة دي الاعميدة فهاد الفرق هذا لها تشكل هذا صراحة هالدريس هو اللي غادي جي مواتي مع هاد الخدمه وضروري ما نديرو الشي درس اللي هو يكون كبير عن تومه بعد ما نجيت هنا كنجي هنا كنخلي هادي واحد جوج كنجيل هادي يعني غادي نديرو كل يعني كل الدرس غادي جي فوق هاد هادو يعني غايجو يعني وحده فوق وحده عن جي هنا ندير غرزة حشو على هاد الشكل من بعد غادي ندير واحد جوج تلاثة دي السلسل غادي نخط على البروشي وغا رجع هنا مبين هاد الفرق هذا وغادي نعمر هنا ايا اربعة دي الاعميدة يعني الطريقة سهلة مشي شي حاجة اللي هي صيبة هنتومة نمشي لها تشكل بعد ما كان دي الربعة دي الاعميدة كذلك غادي نجي هنا يعني كنحسب واحد جوج ثلاثة غادي نجي هنا للابع وندير غرزة حشو كذلك واحد جوج ثلاثة دي السلسل الول خط على البروشي ونرجع لهذا المكان ونخعمر اربعة دي الاعميدة نتمنى الدرس يكون باين ومفهوم والشرح يكون واضح وتصوير كذلك اذا غا نستمر بهاد الطريقة هادي حتى ندور دي العنق كاملة حتى نوصل هنا يعني حتى نوصل ارجعت معكم مع شكل نهائي دي الدرس بعد ما كملتوا بدورة دي العنق كاملة مشيت كامل بالنزيدة بالانقصان هنا يدرت واحد غرزة حشو ومشيت مع الجيهة الثانية حتى اللي هنا طفي هنا مشيت بغرز حشو جمعت ما بين الغرزة اللولى والخرى بواحد منزلقة وتبطت الخط هنا 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 دوزت المصلوح انتم ما تشوفوا كيفاش كتجي القنضورة كتجي صراحة غزالة يعني صراحة موضيل خفيف وسهل وتقدروا تديرو في واحد الوقت اللي هو اقصر يعني ما كياخدش معاكم بزاف ديال الوقت انتمنينا لإعجاب ديالكم بالنسبة لي انا هاد الخدمة هادي باقي غادي نزيد لها واحد اضافة بسيطة غادي نزيد لها هنا العقيق زوم الرود اللي اخدت الرقم جوج لانه كما كتشوفوا هاد العوينة صغارين ماشي بحال كيف ما كنت كنخدم معاكم بجوج قصبات او اه بالقصباء مع الحرير ديال المكينة كنت كتجي الخدمة شلية يعني باينة وكنقدروا نديرو فيها وخا هادك العقيق اللي كيكون نمرة ثلاثة بالنسبة لهاد الخدمة هادي خاص صغير النمرة الثلاثة تقدروا تديروها ولكن انا عجبتني هاد النمرة الثلاثة يعني العقيق بالنسبة اللون اخدت الازرق هذا هو اللون اللي لقيت ملقيش هاد الزرق هاد الحاطق لانه دائما العقيق ما كتلقوش فيه اللون اللي بغيتو فانا غادي نزين بهاد العقيق هذا طبيعي الحال فكرة ديالي عجبتكم تطبقوها مع عجبتكم شك تخليو كيف ما هي غا نوريكم كيفاش غا نتبتو ولو انا نيديجا شاركت معاكم كيفاش كان كيفاش كان نتبتو العقيق في الخدمة هنا اخذت هاد الخيط اللي خدمت به الحرير المبروم درتوه على ربعه ديال الشعرات كنجي هنالضهر وكنتبت الخيط غادي نبدأ من هناله هنا هنا درتو كيفما قلت لكم دبلتو على ربعه ديال الشعرات غادي نتبت هنالخيط وغادي نجي هنا بالنسبة لهاد العقيق هذا غادي تقدروا بغيتو تعمروا كامل هاد الفارغ هاد الفارغات غا تعمرهم ولكن انا هنا ما غاديش نعمر غادي ندير فقط في السطر اللي في الوسط تطلع معا هادا من هنا باش ما يبالش ليه من بعد غادي نجي هنا ونخرجو من هاد الشيه يعني انا بغيت ندير غايف هاد السطر الوسطاني ما غاديش نديرو ما غاديش ندير العقيق كامل في هاد الفارغات كلهم غادي نمشي بها الطريقة هادي كما كتشوفو يعني غادي رغيف هاد الوسط باش كيعطيها واحد اللمعة وف نفس الوقت نزينو بالعقيق الناس لي كيعجبهم الكروشي دائما بالعقيق وبالنسبة هاد الكندورة هادي يعني غادي تلبسها كف العيد في المناسبة الصغيرة فما فيها بس يلا درنا لها شي عقيقات ولكن الناس اللي كيبغيوا يديرو هاكا الكندورة ديال الدار او يعني غندورة اليومية اللي كتلبسوها فضال فماشي ضروري انكم تزيدو العقيق هانتوما كيما كتشوفو يعني غادي يكون غير في الوسط غير هنا وغادي نمشي بهالطريقة يعني ديجا كنا نشارك معكم كيفاش كنا نعمر العقيق في هاد ال يعني الاسباسات انتوما كتشي علي هاد الشكل هادا كيما كتشوفو هاد الارش شفاف هاد العقيق يعني ماشي ملقيتش اللون الغامق ولكن كيعطي اللمعة اذا غاستمر بهالطريقة هادي غادي نظور الدورة كاملة هنا في الوسط حتى نظور الدورة كاملة حتى نوصل هنا اياه فاش نكمل غادي نرجع ونوريكم كيفاش جاء الشكل النهائي دير مصدوق اذا ارجعت معكم كيما كتشوفو بعد ما كملت تبات ديال العقيق انا هاد الشكل هادا كيما كتلاحظو كتجي الخدمة بحال هاكا اكتر حاجة البنات هي لك كان اللون ديال العقيق نفس اللون ديال هنا ديال العقيدات لان كيفما كتلكم ملقيتش انا نفس اللون لان دائما العقيق ما كتلقاش الالون اللي بغيتو بالضبط فوقها هكا كذا ما صراحة جزوين مع الفلاش ضرب فيه ما كيبانش هادك الزرقية دياله ولكن في الواقع جباين وزوين وعاطي واحد للمعة الخدمة فطبيعة الحال كيفما كتلكم تقدرو زعمة تزيدوا هاد العقيق وتقدرو تستغنوا عليه ولكن اللي لستوه صراحة كيجي زوين دفتوا قندورة عادية كتخليوها هكا بالعقيق ولكن اللي لستو هكا شي قندورة ديال الحضور او شي قندورة هكا يعني تكون هكا متروزة بحال هذي ولا مزيلا انكم زيدوا فيها العقيق هنتو ما يعني ضرت الدورة كاملة هانا كله ضغت العقيق هانا هات الشكل هادا نتمنى الموديل هنا الاعجاب ديالكم ونتمنى الدرس ديالي هنا الاعجاب ديالكم الاجزاء اللول ولا التاني اذا هنبصلت معكم النهاية ديال هذا الجزء هذا الجزء الموالي ان شاء الله غنشارك معكم طريقة ديال الكمام ونشارك معكم استعراض الموديل على المنكة هنغنخليكم ما تنسوش دائما الاشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس باش يصلكم كل ما هو جديد الى اللقاء الى الفيديو القادم بحول الله